انا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك يا وكبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد مرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهل واحبابي مرحبا بكم مرة اخرى مع كوكب تاني اخواني وحبيبي النهاردة هنطلع لكوكب لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده الدنيا كلها تبقى جميلة الدنيا كلها تبقى امان الدنيا كلها تتملي بالعدل والمحبة والمودة والرحمة والاخاء بفضل الله سبحانه وتعالى يلا في صلح قبل ما الوقت يجري تعالوا نركب سفنت الفضاء ونطلع حالا وعلى الفور ان شاء الله نطلع لكوكب العدل كوكب العدل تعالوا بسرعة نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده تعالوا نقرب منهم اكتر واكتر تعالوا نتعلم منهم يمكن ربنا يكرمنا والعدل يسود الكون ده كله اسمع لكلمة جميلة اوي قالها الامام ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله رحمة وسعه قال ان الله لا يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ويهدب الدولة الظالمة وان كانت مسلمة تعالى اخويا وحبيبي نتعرف على اول نجم في هذا الكوكب الجميل تعالى نخش على قصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضان عمر ابن الخطاب الحقيقة كان حريص جدا على رعيته غاية الحرص كان بيتفقد احوال الرعية ليل ونهار لدرجة انه كان مقسم ليله تلت تلت تلات او تلت اقسام الجزء الاولان كان بينام فيه والجزء التاني كان يعصي وكان يعني يخرج في شوارع المدينة يطمئن على احوال الرعية والجزء التالت كان يقوم بالليل لدرجة ان الرجل لما جاله من خرسان قال له الا تنام يا امير المؤمنين قال لو نمت الليلة كله ضاعت نفسي ولو نمت النهار كله ضاعت رعيتي رضي الله عنه وارضان ولعلكم جميعا تعلمون قصة عمر ابن الخطاب مع المرأة ام الايتام في يوم الايام عمر ابن الخطاب بيمر في المدينة ومعه الغلام بتاعه اسلم فوجد امرأة جالسة مولعا نار كده في الصحراء وحط عليها قدر وولدها جنبها عملين يتضاغون من الجوع فاقترب منها قال ادنو قال ادنو بخير او دعن فدخل فقال السلام عليكم يا اهل الضوء وكره ان يقول يا اهل النار قال ماذا بك قالت يعني اتعبنا الجوع والعطش قال لها طب ما في هذا القدر في ايه انت بتعملي فيه قال اتنو ماء اغلي هذا الماء واوهم اولادي ان به طعام والله بيننا وبين عمر وهي لا تدري انه عمر من الخطاب قال وما يدري عمر قالت سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا الله بيننا وبين عمر تأثر عمر بن الخطاب وظل يبكي بكاء مريرا ورح واخد غلامه اللي اسمه اسلم وطلعه على بيت مال المسلمين واخذ جرابا من شحم وجرابا من دقيق وجرابا من الزيت ومن السكر واخذ ذلك وقال لأسلم احمل على الظهر قال يا امير المؤمنين احمل عليك ام عنك قال احمل علي فكلتك امك انت تحمل عني اوزاري يوم القيامة ويروح عمر بن الخطاب امير المؤمنين يوصل لهذه المرأة ويحط لها الدقيق والسكر والسمن ويبتدي يخليها تقلب وهو ينفق في النار والدخان طالع من لحيطه رضي الله عنه ارضاه لحد دمع عملت الاكل واكلت الاولاد وظل عمر مختبئ وراء شجرة واسلم يقول له يا امير المؤمن ما شأنك يقول له لقد جئت وهؤلاء الاطفال يكون فلم انصرف الا هم يضحكون فضل يكلوا يكلوا لحد دمع شبعه وبدأوا يهزروا ويدحكوا مع بعضه فاطمأن عمر بن الخطاب وانصرف الى المسجد بعد ان طلب من هذه المرأة ان تذهب الى عمر بن الخطاب في مكان الحكم بتاعه علشان يصرف لها عطاء وهي لا تدري انه عمر بن الخطاب فلما دخل عمر بن الخطاب في الصلاة انفرط في البكاء الشديد والناس لا يعلمون ما به في اليوم التالي جاءت هذه المرأة وهي لا تدري ان هذا الرجل هو عمر بن الخطاب قالت سامحني يا امير المؤمنين ما علمت انك امير المؤمنين قال لا عليك وصرف لها يعني اراتبا شهريا حتى تأكل او حتى تطعم اولادها الايتامة لا ينسى احد هذا المشهد ابدا عمر بن الخطاب ان عدل بين كل الرعية اللي لم يطلق مظلوما الا اخذ له الحق ولم يطلق ظالما الا اخذ منه الحق في يوم الايام عمر بن الخطاب كان بينطقي الولاء انتقاء مش اي حد يعينه على الولاية ابدا لا يمكن كان بينطقيهم على دين وخلق وامان وزهد وورع وتقوى وخشية حاجات لا يمكن ان تغطل على قلب بشر لدرجة ان في يوم الايام اعطى العهد لرجل ان يكون والين على احدى المدن فبينما عمر بن الخطاب جالس واذا به يأتيه ولده من اولاده الصغار فيقبله عمر بن الخطاب فتعجب هذا الرجل وقال يا امير المؤمنين اتقبلون صبيانكم قال اجل قال والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم ابدا قال سبحان الله وماذا املك لك ان نزع الله الرحمة من قلبك فاخذ منه العهد اللي هو بتاع الولاية ان هو لا يمكن لا يمكن يتعين والي على هذه المدينة قال والله لا اوليك ابدا على مسلم ان كنت ليس عندك في قلبك رحمة لأولادك فكيف يكون في قلبك رحمة لابناء الرعية ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورده اللي في يوم من الايام يجيله حلوة من عطبة ابن فرقد اللي هو الوالي بتاعه على الازربيجان بعتها له مع هلام فارسل بها الى عمر بن الخطاب فلما دخل على العمر قال ما هذا قال له هذه حلوة من ازربيجان من اجمل الحلوة اللي هناك ارسلها لك عطبة ابن فرقد فده منها حتة عمر فوجدها جميلة جدا ولزيزة جدا قال سبحان الله اكل المسلمين عندكم في ازربيجان يأكلون من تلك الحلوة قال لا يا امير المؤمنين انه طعام الخاصة فغضب عمر وقال اخذ هذه الحلوة وارسلها لعطبة ابن فرقد وقل له عمر بن خطاب يقول لك او امير المؤمنين يقول لك اتق الله يا عطبة واطعم المسلمين مما تطعم او مما تأكل الله اكبر رجل قمة في العبد لا يمكن يستأثر بطعام طيب الا والمسلمين لازم يكونوا كاروا منه لدرجة انه في عام الرمادة في عام الرمادة دي كانت اصعب ايام جماعة مرت على قلب عمر بن خطاب رضي الله عن ورده ضاقت عليه الدنيا بشكل لا يخطر على قلب بشر لدرجة انه كان يبكي بكاء مرير وفي يوم الايام امر بنحر جزور جمل حتى يقسم على الناس حتى يأكل الناس فجيء لعمر بن خطاب بسنامل هذا الجمل وبالكبد ودي اجمل حكتين موجودين في الجمل فوضعت امامه فقال من اين هذا؟ قالوا من الجزور الذي امرت بذبحين يوم قال سبحان الله وهل اكل المسلمون من مثل هذا؟ قالوا لا قال دعوني من هذا لا اريد ان اكل شيئا او ان استأثر بشيء لم يأكل منه المسلمون ثم دعا بخبز وزيت وأكل ووزع الكبد والسنام على كل على المسلمين من حوله ولم يأكل منه شيئا رضي الله عنه وارضاه في يوم الايام عمر بن خطاب ماشي فوجد رجل اسمه سلمة فلقى ماشي في وسط الطريق وقال له يا سلمة افسح الطريقة للناس الدرة او العصاية ما وصلش الجسد سلمة يا ادوب ضربت في الطوب بتاعه فتذكره عمر الخطاب ولم ينسها ابدا بعد سنة عرف ان سلمة رايح يحج فرح له ورح من نديله واخده من ايده ووصله البيت وقال يا سلمة خذ هذه ستمائة دينار قال علامة يا امير المؤمنين قال سمحت انك تريد الحج فخذ هذا المال ليكون عون لك على الحج واعلم ان هذا مقابل الخفقة التي خفقتك اياها من سنة الستمائة دينار دولت تمن الضربة لنا دربتها لك من سنة قال له يا امير المؤمن والله ما تذكرتها فقال عمر وانا والله ما نسيتها يا الله قد ايه الناس دولت قمة في العدل قمة في الوفاء قمة في اللين والرحمة بالرعية في يوم الايام قيصر روم يرسل رسولا الى عمر بن الخطاب فلما دخل المدينة قال اين قصر امير المؤمنين قال ليس عنده قصر قال اين بيت امير المؤمنين طب فين بيته قالوا له هو ليس في البيت هو بيته البيت المعمول من الطين ده لكن هو ليس في البيت هو الرجل الذي ينام تحت الشجرة عمر بن الخطاب كان واخد اعزاك والله لنعلم بتاع حطتهم كده وعملهم وسادة ونايم وقد غرق في النوم وغرق في العرق نايم مستغرق جدا في النوم في امان شديد جدا قدام الناس في الشارع تحت الشجرة فتعجب هذا الرجل اللي هو رسول قيصر روم قال لا عجب اميرنا او ملكنا يظلم الناس ويجور عليهم فلا يأمن ان ينام بلا حرص اما انت فقد حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر فعاد الرجل الى قيصر روم وقص عليه ما حدث ثم عاد مرة اخرى مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استطردنا في الامثلة عن عدل سيدنا عمر بن الخطاب والله لا يعني لحتجنا الى حلقات عديدة و الى اعمار مديد عشان نتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضان اخويا حبيب القصر التاني اللي كان موجود بجوار قصر عمر بن الخطاب هو قصر علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب اللي في يوم الهام هو امير المؤمنين حصل مشكلة ان الدرع بتاعته ضاعت وفجأة وجد الدرع بتاعته مع واحد يهودي فقال لليهودي هذا الدرع او هذه الدرع درعي الدرع ده بتاع انا قالوا لا هذا الدرع ملكي قالوا خلاص نتحاكم الى شريح القاضي اللي هو شرحبيل ابن حسن فراحوا له شرحبيل ابن حسن اللي هو القاضي شريح وبدأ وقف قدامه فقاضي الشريح قال يا أمير المؤمنين أنت تقول أن هذه الدرع درعك قال له نعم قال هل عندك من بينة قال الدرع درعي وأنا صادق فيما أقول فقال يا أمير المؤمنين لابد من بينة قال ليس عندي بينة قال فإن لم يكن عندك بينة يا أمير المؤمنين فالدرع درعه لأنه موجودة معاه وانصرف عليه ابن أبي طالب تعجب الرجل اليهودي قال شيء عجيب أمير المؤمنين يقف بين قاضي من القضاء المسلمين والقاضي يحكم على أمير المؤمنين ويحكم لي والله إن هذا لا يكون إلا في دين حق لا يمكن يكون الدين باطل أبدا فجاهب إلى علي ابن أبي طالب وقال والله يا أمير المؤمنين الدرع درعك وأنت صادق فيما تقول وقد كذبت عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أبي علي بن أبي طالب يقول له أما إنك إذ أسلمت فالدرع هدية مني لك وأعطاه الدرع هدية رضي الله عنه وأرضاه أخواني وحبيبي كان أعظم موقف وكان أعظم موقف في حياة سيدنا عليه والمواقف عظيمة وكثرة جدا يوم ما تقتل يوم ما استشهد رضي الله عنه وأرضاه فلما قتل وكان قد تهيأ لصلاة الفجر وبدأ يوخذ الناس لصلاة الفجر وقتل رضي الله عنه وأرضاه فخاف على القاتل إنهم يقتلوا ويمثلوا بهن أو أن يعتدوا ويقتلوا ويقتلوا عيلته مثلا فإذا بالعلي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول الأولاد بيقول الأولاده عن الرجل اللي أتره قال أحسنوا نزله وأكرموا مثوان فإن أعيش لو أعيش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا وإن أمت فألحقوه بي إيه تروه والوحده بس فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتروا بي سوى إن الله لا يحب المعتدين الله أكبر بيقول أكرمه ونزل هذا الرجل اللي أتلني فلو هعيش أنا أولى بدمه يا إما أن أنا أعفو يا إما أن أنا أختص منه أما لو موت فأقتلوه وألحقوه بيه وخاصمه عند رب العالمين وأوعوا وتقتلوا حد غيره إن الله لا يحب المعتدين الأصر الثالث كان لمعازي بن جبل كان مسأل جميل جدا جدا معازي بن جبل كان لهم رأتان فكان لما يكون عند وحدة وخلاص خلص الوقت بتاعها كان لا يتوضع عندها ولا يأكل عندها ولا يشرب عندها ويذهب إلى الأخرى فلما الاثنين ماتوا فيه بواحد فأراد أن يدفنهم فعمل أرعى ما بين الاثنين أيهما تدفن أولا حتى يكونوا قد عدل بين زوجتين الأصر الرابع الجميل الذي لا ينسى أبدا مكم من أبه وأعظم القصور اللي موودة في كوكب العدل هو قصر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز اللي ملت دنيا كلها عددا ورحمة وزهدا وورعا رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبد العزيز اللي في خلافته كلها لم يكن عنده إلا قميص واحد كان يغسل ويجلس في بيته حتى ينتظر حتى يجف عمر بن عبد العزيز اللي أمر رجاء بن حيوة يما كان والي على المدينة من وراء أن يروح يشتري له طوب جديد فرح اشتراله طوب بخمسمائة درهم فقال له ما رأيك يا عمر كان لسه والي على المدينة من وراء قال ثوب جميل لو لأنه رخيص الثمن فلما أصبح أميرا على المؤمنين بيحكم بستة عشر دولة رح اشتراله برضو مرة تانية طوب بخمسة درهم فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين قال ثوب جميل لو لأنه غالي الثمن فبكى رجاء بن حيوة وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين قال أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا تواقى ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة فلما أصبحت واليا طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي أن أكون في جنة رب العالمين فأنا أعمل الآن لدخول الجنة الله أكبر في يوم الأيام عمر بن عبد العزيز اللي بيحكم ستة وعشرين دولة يدخل على زوجة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ويقول لها هل معك درهم يا فاطمة قالت سبحان الله أمير المؤمنين ولا يمتلك درهما واحدا قال أجل هذا أهوى من معالجة الأغلال يوم القيامة في نال جهنم راح يقترض منها درهم عشان يشتري به عنب رضي الله عنه وأرضاه في يوم الأيام لما تعين وأصبح أمير المؤمنين رد المظالم لكل المظلومين وأرسل من ينادي في ستة وعشرين دولة جماعة الخير في ستة وعشرين دولة من ينادي في كل مسجد أين اليتامة أين الأرامل أين المساكين أين الفقراء من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين ترجع الأموال كلها إلى بيت مال المسلمين فيقول أما ناديتم قالوا نادينا يا أمير المؤمنين ولكنك عففت فعفت الأمة كلها في يرسل من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد الديون كلها طيب من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم من بيت مال المسلمين حج الناس كلهم من بيت مال المسلمين من بلغ سنة الزواج من الشباب أو الفتاة فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز كل الشباب والبنات من اتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين سبحان الله حتى الطيور الطيور كانت تنعم في عهد العدول بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قال ما تبقى من مال فتصدقوا بها على فقراء أهل الكتاب الله أكبر عمر بن عبد العزيز كتب أحد عماري أحد الولاب قال أما بعد يا أمير المؤمنين فإن مدينتنا قد خربت فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا جزءا من المال نرم به هذه المدينة فليفعل فوصلت الرسالة لعمر بن عبد العزيز وقال أما بعد فقد فهمت كتابك وما أنقرت أن مدينتكم قد خربت فإذا قرأت كتابي هذا بيقول بأني الواري فإذا قرأت كتابي هذا طبالك فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام الله أكبر بيقوله نق الطرق بتاعتك من الظلم وحصن المدينة بالعدل هي دي المرمة بتاعت المدينة مش الطوب والأسمنت سبحان الله في يوم اليوم الوالي بتاعه على بلاد خرسان بعت له قال له أزني يا أمير المؤمنين في أن أستعمل العنف والقوة مع هؤلاء الرعية أو مع هذه الرعية الرعية ليه؟ قال فإنه لا يصلحهم إلا القوة والسيف فقال لا والله كذبت بل يصلحهم العدل والحق والرحمة فابسط ذلك فيهم فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين يقول له انت فاكر أن الرعية لا يصلحها إلا الصوت وإلا السيف وإلا الضرب والقهر أبدا هذا لا يصلح رعية أبدا وإنما يصلحهم العدل والرحمة واللين فابسط ذلك فابسط ذلك بين الرعية وإن شاء الله ربنا يكرمك إن الله لا يصلح عمل المفسدين يأتي راعي الغنم لعمر بن عبد العزي ويقول له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عني قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حدن الغنم قال لا عجب في هذا فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الزئب والغنم ده عمر بن عبد العزيز لكن حقيقة كان عادة وبنقولها وبنكررها في كل حلقتنا كان أعظم قصر في الكون ده كله وأعظم قصر في كوكب العدل كان قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوفوا صور جميلة جدا من عدل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث في بخايا مسلم إن قريش قد أهمتها شأن المرأة المخزومية التي سرقت امرأة من بني مخزوم من قبيلة كبيرة جدا ومن عيلة كبيرة وسرقت فهذه المرأة خلاص هتقطع أيديها هتقطع أيديها قالوا من يشفى عليها ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما فيش حد يقدر على الكلام ده إلا حب رسول الله أسامة بن زيد دخل أسامة بن زيد وهو ما أسوتش دخل أسامة بن زيد بيكلم النبي يقول له يا رسول الله يعني لو ممكن نشوف أي صرفة ويحل في شأن المرأة المخزومية فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويقول له أسامة يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم ينادي النبي على الناس ويجتمع الناس وقام النبي يخطب في مقالة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الله أكبر بلوم لو بنت فاطمة هي اللي سرقت كنت هقطع أيديها برضو أديه العدل أديه العدل جميل أديه الكون ده كله لما بيتمير بالعدل يا جماعة الدنيا تحس فيها بالأمان وبالرخاء وتحس فيها بالأمن والأمان والراحة والسكينة في فضل الله سبحانه وتعالى سورة تانية جميلة اللي عد للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث روال بخاري عن النعمان ابن بشير نعمان ابن بشير أبوه راح أعطاه كده حاجة هدية أعطاه يعني أعطيه مثلا أرض ولا حاجة زي كده فزوجته اللي يا أم النعمان قالت له لا اللي يا عمر بن روح قالت له لا حتى تشهد على ذلك يا رسول الله أنت عطيت ابنه ويسيبت بقيت الأولاد لازم تشهد النبع السلام فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد أعطيت ابن النعمان عطية يعني فأمه اعترض قالت يا عمر بن روح قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا بل أعطيته هو خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية فإني لا أشهد على جور أبدا أو على ظلم أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أيضا شوف من صور عد النبي كما عند البخاري أبو ذر رضي الله عنه ورضاه في يوم من الأيام يعني حصل ما شد بينه من سيدنا بلال فقال له يا ابن السوداء سيدنا بلال راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبيب المصطفى يرد بلال في اللحظة في ساعتها على طول ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فإذا بأبي ذر يروح لسيدنا بلال رضي الله عنه ويحط خده على رجل بلال ويقول له والله لا أرفعها حتى تسامحني أو تطأ على خدي برجليك وإذا ببلال يسامحه ويأخذه بحضنه ويسامحه ويقول سامحك الله قفر الله لك يا أخي ويغدف حضنه رضي الله عنه ورضاه إنهم إخوة بعضهم من بعض حتى عدل النبي في كل شيء حتى عدل من أزواجه تقول أمنا عائشة رضي الله عنه ورضاه العروب من الزبين اللي هو ابن أختها قالت والله يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم أبدا من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا ويطوف على كل نساء من دون مسيس ما قربش منهم من واحدة منهم حتى يكون اليوم الذي عندها فلانا يوم راح داخل عليها لكن كان يطوف على كل نساء صلى الله عليه وسلم والله هيبات عندها هي اللي يخش عندها صلى الله عليه وآله وسلم بل حتى عدل النبي حتى كان مع المشركين صلى الله عليه وسلم الحديث روالي بخاري ومسلم أن النبي أرسل أسامة بن زيد على سرية فالمهم كان في رجل من المشركين قتل عدد كبير جدا من المسلمين فلما انقض عليه أسامة بن زيد ومع رجل من الأنصار أول ما قاموا بالسف فوق دماغه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكف الرجل الأنصاري وقتلها أسامة بن زيد أسامة بن زيد لما سمع أن الرجل بقول لا إله إلا الله الرجل ده قاتل عدد كبير من المسلمين لكن لما لقى السف فوق رابته قال الشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة يا جماعة لما تشوفوا المشهد ده تقول الله هو ما ألهاش من قلبه ده هو ألهى خايف من أسامة بن زيد ودي حية فعلا لكن النبي بيعلم أسامة بن زيد إن احنا مأمورين بأن احنا لا نأخذ إلا بظاهر الناس وناكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوزا ده هو قالها بس عشان خايف بس والله يا رسول الله يعني هو ما أنهاش عشان هو بيؤمن بالله فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع يا أسامة إذا جاء هذا الرجل يوم القيامة بلا إله إلا الله وأنت قتلته يقول أسامة فما زال النبي يكررها علي حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا في ذلك اليوم شو بقى ديه العدل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الكند كل العدل وبيأمرنا بالعدل اسمع لكلام حبيبك بعدما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فالعدل العدل في الغضب والرضى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ويخبر أن أهل العدل يا جماعة يوم القيامة يبقوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل أول واحد يا جماعة الخير إمام عادل وإمام عادل مش لازم يكون حاكم مسلم ممكن يكون مدير في مصدع بيعدل بين العمال ممكن يكون زوج معاه أكتر من زوجا بيعدل بين أزواجه ممكن يكون أبا عنده أولاد كتير بيعدل بين أولاده ممكن يكون أمير على سرية بيعدل بين كل الناس اللي تحت إيده كل ما نسترعه الله رعية تنفع دل بينهم فهو إمام عادل بفضل الله يأتي يوم القيامة يكون في ظل عرش الرحمن بل أهل العدله يكونوا على منابر من النور كما سبت في الحديث اللي روبه مسلم إن النبي ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم قال إن المقوسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم بل أهل العدل هم أهل الجنة النبي قال إيه كما عند مسلم أهل الجنة ثلاثة من بينهم ذو سلطان مقسط موفق أخوي وحبيبي يا طرى ناوي تحرز أصر في كوكب العدل يا طرى هتعدل بين أولادك ومش هتظلم حد منهم يا طرى لو كنت معدد ومعك أكتر من زوجة يا طرى هتعدل بين أزواجك ولا هتأذي ديت على حساب ديت وهتجامل ديت على حساب ديت يا طرى لو كنت مدير هتعدل بين عمالك وهتعدل بين الناس اللي ربنا استرعاك رعيتهم يا طرى لو كنت متخاصم مع حد يا طرى هتظلمه عشان انت بتكرهه يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قومنا على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى يا طرى لو بتعامل مع واحد مع واحد مش مسلم واحد كافر يا طرى هتظلمه ولا هتعدل فحقه يا طرى هتظلمه ولا هتقول عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أخوي وحبيبي دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام ويقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين أخوي وحبيبي نداء لكل إنسان استرعاه الله رعية بدءا من الرجل اللي متجوز اللي عنده أولاد وبدءا من المدير اللي عنده أكتر من واحد تحديده ووصولا إلى كل حكام المسلمين العدل يا جماعة الخير يخلينا سعداء في الدنيا وفي الآخرة بالعدل ينشر الوقام والمحبة والسكينة والمودة والحب بين الناس بالعدل تنتشر الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بالعدل ربنا يجعلنا في ظل عشر رحمان يجعلنا نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعلنا من أهل الجنة ربنا يكرمنا ويكرمكم اوعى تظلم اوعى تظلم فالظلم ظلمات اليوم القيامة اتقوا دعوة المظلم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب اوعى تظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي أخي وحبيبي ربنا يوفقني وإياك إن احنا ما ننتصرش لأنفسنا إن احنا نكون عندنا عدل إن احنا يكون عندنا رحمة يكون عندنا عدل بكل من حولنا حتى لو كانوا على غير ملتنا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نعمة العدل وخلق العدل ما زلنا على كوكب العدل تعالوا نركب سفنة الفضاء ونرجع عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مرة تانية ونطلع في رحلة تانية الكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة